قل لنا رحلتك مع فكرة الرأي العام عشان الناس تفهمت أنه الرأي العام ده همش بنتكلم عن أن حدودك روحت زورت أمريكا وسألتهم أخبار مصر إيه عندكم والله هي تجربة طويلة وبعيدة وشقة جدا أنا رسالة المجسر والدكتوراه في الرأي العام وسنة 2006 كنت فست بجهزة الدولة التشجيعية في موضوع أحد الموضوعات المتعلقة بالرأي العام فقررت أن أنا سافر للولايات المتحدة لنوع من شحن البطارية لما رحت الولايات المتحدة وجدت كنز استراتيجي هناك اسمه الأرشيفات بتاعت مراكز الرأي العام فمن 2006 لغاية شهر ده دوم أرشيف للرأي العام لكل استطلاعات الرأي العام اللي اتعاملت من سنة 35 لغاية دلوقتي فأنا جمعت الموضوع كان عندي اللي هو فلترت إيه اللي اتعامل عننا كلنا عننا ديه تعني الدول الإسلامية والعربية والشعوب فجمعت ما يقرب من 10 تلاف استطلاعات خلال الفترة دي وجمعت ما يقرب من 100 ألف سؤال على مدار 12 سنة وأنا بحلل 100 ألف سؤال تسألوا للأمريكان عن العرب والمسلمين يعني مثلا منهم مثلا مصر على سبيل المثال تسألوا حوالي 890 سؤال 890 سؤال عن مصر على مدار تاريخة في حوالي 400 استطلاع اتعاملوا في الولايات المتحدة عن مصر خلال الفترة دي كان أول سؤال مثلا سنة 51 وآخر سؤال من خمسة أيام فيه أسئلة تانية مثلا مش عارف إليه رأي اتعامل عن 19 ألف استطلاع رأي عميه فيه مش عارف القضية الفلسطينية اتعامل عنها حوالي أربعة تلاف استطلاع فكل هذه الأشياء استطاعت أننا نجمحها طبعا إحنا شايفين يعني المجلدات اللي حداك عملتها ورتلين هم عشرة هم عشرة صدر كل واحد من الحجم ده يعني صدر منهم غدوة 6 6 من عشرة بيتناول كل جزء مثلا الجزء الأولاني مصر والدول الأفريقية الدول العربية الأفريقية كل كافة الاستطلاعات رأيي كيف يرانا الشعب الأمريكي كيف يرانا الشعب الأمريكي دي أيضا لابد أن أنا أشير إلى مجموعة ملاحظة أول ملحوظة أن عادة في الغالب بيكون دايما الصورة واحدة عند الشعب فأمريكا فيه ثلاث صور فيه صورة عند الجمهور وفيه صورة في وسائل الإعلام وفيه صورة عند النخبة الحاكم ده غير أي بلد تانية غير أي بلد تانية عادة بتبقى الصورة مؤتلفة رأي عام واحد يعني رأي عام واحد الإعلام زي النخبة زي الجمهور المفروض عندنا في الوسائل الإعلام الأمريكية صورة مختلفة تماماً عن رأي العام صورة مختلفة تماماً عن البيت الأبيض ونخبة السياسية عشان كده أول سؤال لما تجي تطرحه أنت عايز صورة إيه؟ لازم أحدد أنا عايز صورة عنده جمهور ولا في وسائل الإعلام ولا عند القادة السياسية من ضمن الحاجات أيضاً المتعلقة بالصورة واللي المفروض لازم كلنا نعرفها أن الصورة إحنا اللي ننتج الصورة يعني الصورة هي إنتاجنا إنتاجنا يعني إيه؟ يعني محصلة العوامل بتاعتنا اللي إحنا قمنا بيها فكوينت هذه الصورة الزهنية عند الشعب الأمريكي والقوة محصلة مفردات القوة أو مخرجات القوة بتاعتك الدولة القوية بتستطيع أن هي تتكلم بشكل أكثر ثقة وفتعك الصورة أكثر من الدول الفقيرة